السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أبنان الطلاب نواصل حديثنا عن عمليات الفصل وسنتكلم هنا عن عمليات الفصل باستخدام الاستخلاص سائل سائل وحقيقة هناك عملية شبيهة وهي الصليد في كثير من السميلاراتيز فبالتالي سنحاول تعميم المفاهيم بين هناك كمية من الأشياء المشتركة فنتطرق إليهم الاثنين معا بالنظر إلى عمليات الفصل المختلفة حقيقة عمليات الفصل كثيرة جدا وتتراوح صعوبة عملية الفصل من حيث التنفيذ على حسب العوامل الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز للمواد المراد فصلها فإذا نظرنا مثلا إلى عمليات الفصل الفيزيائية والتي تشمل على سبيل المثال والديكنتيشن والفيلتريشن ديميستينج هذه العمليات كلها عمليات فصل بسيطة من حيث المبدأ في عملية الديكنتيشن مثلا كل الذي يحدث إننا نترك يكون لدينا خليط من سائل ومادة صلبة نترك هذه المادة الصلبة إلى أن تترسب في الأسفل ثم نفصل السائل اللي بيكون في الجزء الأعلى من الوعاء بضمان السريان بمعدل very low flow rate حتى إننا لا نسحب جزء من الصلب مع السائل اللي المطلوب فصله عملية الفيلتريشن معروفة لدى الجميع لدينا الكوليسينج لدينا الديميستينج هذه عمليات فصل فيزيائية لا تصاحبها تغييرات كيميائية للخلائط فبالتالي بتعد من أسهل عمليات الفصل الذي نستطيع إننا نواجهها في الصناعة وإذا نزلنا إلى أسفل الشكل اللي أمامنا بنجد بأن صعوبة العملية تزداد فمثلا الإفاكوريشن سواء كان single effect أو multi effect بنجد بأنه أصعب تبدأ الصعوبة تزيد مقارنة بالفيزيكال سبريشن فكلما نزلنا إلى أسفل هذا الشكل تزداد صعوبة عملية الفصل وبالتالي نحتاج إننا نأخذ في الاحتبار الكثير من البراميترز التي لا بد من مراعاتها أثناء هذه العملية على سبيل المثال في عملية الدستيليشن مثلا بنجد بأنه قد تتشكل لنا ما يسمى بالأزيوتروبيك كومباونز هذه الخاصية تصعب عملية الفصل بواسطة الدستيليشن بصورة كبيرة جدا ولا نجد هذه الخاصية تحدث عند الفصل بواسطة الإفاقوريشن فبالتالي بنجد بأنه أحيانا أيضا نجد بأنه عملية الفصل بواسطة الدستيليشن it involves a reactive system فthis has to be taken into consideration such a parameter is not included في حالة الفصل بواسطة الإفاقوريشن أو بواسطة الفيزيكال سيبريشن الاكستراكشن مقارنة بالدستيليشن is more complicated لأنه يتطلب النظر إلى مجموعة أكبر من البرامتر لا نأخذها في الاحتبار في حالات الدستيليشن والإفاقوريشن والفيزيكال سيبريشن الاكستراكشن نفسه يمكن أن يزداد تعقيدا إذا أضحنا إليه الرياكتف اكستراكشن سيستيم ففي هذه الحالة عملية الفصل بتكون أصعب من عملية الفصل بواسطة simple extraction تكنيب الأدزوربشن we have to consider the temperature we have to consider the pressure swing في هذه الحالة الكريستاليزيشن تكلمنا عن الكريستاليزيشن for the mills تكلمنا عن العوامل المختلفة التي تؤثر على عملية الفصل وهي أكثر بكثير من تلك التي نحتاجها في عملية الفصل بواسطة liquid liquid extraction أو solid liquid extraction أيضا لدينا الفصل بواسطة الميمبرينز ونتطرق لها لاحقا هذه أيضا لها متغيرات كثيرة جدا يجب أن تأخذ بالإحتبار إذا قارننا بينها وبين الفيزيكال separation بنجد بإنه هذه العملية أكثر تعقيدا من عملية for example simple filtration بالرغم من إنه مبدأ الفصل هو نفسه لكن there are many other parameters that we have to take into consideration when separating using membranes these parameters we don't need to worry about it in other filtration in the filtration system for example